حضراتكم من جديد في هذا اللقاء الإيماني الجميل مع فضيلة العلم الجديد الشيخ حمود المصري وكني نتحدث قبل الفاصل عن الحقيقة معلومات قيمة جدا و جميلة جدا عن علامات الساعة الصغرى والرخاء سوف يعم والمشاحنات سوف تنتهي بين البشر شوف لدرغة إياه دكتور عم ده في الأول بس قبل ما تتحول آه آه طبعا يعني هو في السبع سنين اللي هنزلها سيدنا عيسى ديت يعني كما أخبر حتى أهل العلم قالوا دي أجمل سبع سنين وجدت ممكن أسألك سوايل إحنا قربنا من هذه اللحظات إحنا ممكن ما نعش اللحظات ديت ممكن أولادنا أيشوها يعني إحنا لن ندرك اللحظات آه بس دمعانا إحنا قربت قربت طبعا قربت آه.. بس،bet الأربط ده مش زي ما إحنا بنحسبها مش زي ما إحنا بنحسبها فاضل سنتين، فاضل ثلاثة ممكن يكون الأرب ده مائة سنة لأن ربنا قال كدا وإن يوماً عند ربك كالف سنة تماما تعودون يعني لو ربنا كان فاضل على المشهد ده يوم اليوم ده قديه ألف سنة مئة سنة ألف سنة ألف سنة الألف سنة دي كم جيل هيقشها أجيال كتيرة يعني احنا عاشين يومين غد الوقت أه 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 حضرتك أه شوف المعنى عامل إزاي فشاهد في الموضوع اللهم صار على صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى يخلي فعل السلام العالمي ما بين الناس ما بين الدواب ما بين الناس والدواب يعني تخيل حضرتك أكتر شيء ممكن يقفها الأسود الحيات الطفل يحط إيده في فم الحية فلا تضره الراجل يطق على الأسد ويمشي عليه ومشي خباله أن فيه أسد فالأسد بيعملوش أي حاجة بالمرة ويفضلوا قاعدين مع بعض والأسود بدل ما تاكل البقر لا دي هتقعد جنب بيها والنمور هتبقى قاعدة جنب القبل متصحبة معهم لا يعني شفى الذئب صداقم ما بينهم والذئب اللي هو أشد خطرا على الغنب من الأسد لأن الذئب زي ما بيقوله كده اين نفسه حلو قاوي زيادة عن اللزوم يعني الأسد خطورته على الغنم ما توصلش زرة في خطورة الذئب على الغنم ليه لأن في أسد حيوان عزك الله يعني ايه اينف قوي بمعنى هايستطاد شا ويأكل اللي هيكله ويسيبه ما يأكلوش تاني ما يأكلش منه طاقة تانية لازم يأكل حاجة ايه طازة الذئب عكسه الذئب ممكن يقتل خمسين شا ويقعد يأكل فيها ستة شهر وهي معفنة تخيل فعشان كده خطورته على الغنم أشد من خطورة الأسد فالذئب في الوقت ده كما أخبر نبي صلى الله عليه وسلم يكونوا بين الغنم ككلبها الذي يحرصها قاعد يحرصها تخيل حضرتك فشوف الأمان أمان غريب جدا يحدث في ذلك الوقت ويفيض المال درجة ان لو معاك زكاة مال مثلا اتنين مليون دولار عاستطلعهم ورب الكعبة لو خدت اللي اتنين مليون دولار في صندوق ذلك الوقت قلت له دي زكاة مالي هيقولك لو جئتنا بالأمس لقبلنا طب ليه ليه لأنها هعمل بها ايه مهونزول سيدنا عيسى وذوري أجوج ومأجوج والمسيح الدجال ما دي علامة من علامات الساعة الكبرى والعلامات الساعة الكبرى ديه خلاص وورا بعضها يعني ممكن يكون فاضل على الايامة سبعة تمن سنين كمان أنا هعمل ايه بالفلوز كلها ولا حاجة الدليل على ذلك بقى تعالى أنا شوف الحديث بيقول ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في الحديث اللي رأى البخاري ومسلم تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقاتي فيقولوا الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها حديث تاني في البخاري ومسلم ليأتين على الناس زمان يطف الرجل فيه بالصدقة من الذهب من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه الله تخير حضرتك تخير شوف دلوقتي عزك الله لو جبت بس كتع الدهب قد كده جيني دهب مش يقولك بقى كتل الدهب ولا بتاع ولا ميت دينار من الدهب جيني دهب وحطته كده زي ما كانوا بيعملوا أيام الصحابة كانت من عيشة تخبر وكان أبو هريرة رضي الله عنه ورده كان يخبر إن كان الواحد لما عوز يطلع الصدقة بتاعته كان يأتي بمنديل ويضع عليه الصدقاته ويضعوها على جانب الطريق فيأتي الرجل فينظر فيلقى مثلا إين خمسين دينار محطوطين في المنديل فيقول والله حاجتي هي دينار واحد أنا مش محتاج أنا وزوجتي أولادي إلا دينار واحد فيأخذ دينار ويسيب التسعة واربعين زي أنا بالضبط يعني والتاني يجي لقى مقابس ومحتاج دينارين طبعا النهار دا اللي هياخد المنديل دا اللي هيشوفه الأولان هو الأخراني يعني خبالك اللي سبق كان النبأ فشاهد في موضوع إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو بيقبر إن هيجا علينا زمان لو طلعت الصدقة الصدقة بتاعتك من الدهب ده نانير ميتين دينار من الدهب لن يقبلها أحد ليه؟ إن خلاص اليام قربت والنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة الشظف والفقر والفاقة شوف أدين؟ على أيام وبإذن الكلام دا لسه ما حصلش كلام دا لسه ما حصلش دا النبي على السلام كما ورد في بخاري ومسلم كان كما وخالة أمنا عائشة كان يمر عليهم كما بتقولي الكلام دا ليه ابن أختها عروة ابن الزبير قالت يا ابن أختي والله إن كان لا يمر علينا الهلال تلوى الهلال تلوى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين وما يوقض في أبيات رسول الله نار قال فما كان يعيشكم يا خالة يعني معملوش طبخة لمدة شهرين في تسع بيوت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فما كان يعيشكم يا خالة كنتوا عايشين على إيه قالت الأسودان الطمر والماء كنا عايشين على الطمر والمية وبنحن ضربنا